والتحدي الرابع من مسابقتنا خريف لذيذ من غير قلبيز هل أنتم جاهزون لهذا التحدي؟ قولوا أجل جاهزون لهذا التحدي هاي أيوه أنت عايز تبقى رشيك؟ تبقى رشيك يعني اشترك في القناة بس كتب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير أهلا بكم على قناتكم وعلى صفحيتكم لو نفسك تخص والفيديوهات الحماسية تشجعين لأنت لو شايف إنها مهمة ما تنساش تضغط لايك قوي وكمان لو لسه ما اشتركش في القناة فانزل يا باطل اشترك في القناة علشان تكون واحد من أبطال ومن عائلة لو نفسك تخص أكبر عائلة رشيقة في الوطن العربي وكمان في العالم على بركة الله نبدأ مع بعض التحدي الرابع من مسابقتنا خريف لذيذ من غير قلبيز طيب لو أنت بقى لسه كده قاعد في البيت وماسك سندوتش الجبنة الرومي السايحة اللي بتلسع لك بقك دي ولسه ما بدأتش معانا هل تبدأ معانا من التحدي الرابع؟ أقولك أجل ينفع تبدأ معانا من التحدي الرابع طب لو أنا كنت بعوك في التحديات اللي فاتت وماشي نص نص كده والحقيقة يعني مش قوي معاكو هل ينفع أن أنا ألتزم بقى من التحدي الرابع وهلاقي نتيجة؟ آه ينفع أو أجل ينفع تبدأ معانا من التحدي الرابع وطبعا الناس الملتزمة واللي عايزين بقى يتشجعوا علشان يوصلوا لهدفهم فبرضو معانا مكملين إن شاء الله بإذن الله يعني تقدر أن أنت تكمل معانا والخريف فرصة ودايما هقولها لك أن فصل الخريف فرصة للتغيير بشكل كبير جدا أهم حاجة تبدأ يا بطل أهم حاجة تتوكل على الله وتقول قبلت هذا التحدي فلو تقبل معانا هذا التحدي يقول إيه؟ قبلت هذا التحدي تحية لكم ويلا بينا نروح نشوف شرح التحدي الرابع يلا بينا علشان توصل لأنظمة لو نفسك تخس بكل سهولة ادخل على جوجل وكتب لو نفسك تخس هيطلع لك كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بلو نفسك تخس زي قناتنا على اليوتيوب لو نفسك تخس واللي فيها أكتر من مليون مشترك وبينزل عليها الأنظمة بشكل مستمر مع الشرح الكامل وكمان فيديوهات تشجيعية يومية ودي صفحتنا على الفيسبوك لو نفسك تخس واللي فيها أكتر من 2 مليون و700 ألف متابع وبينزل عليها أنظمة لو نفسك تخس وكمان تشجيع بشكل مستمر ومتابعة مستمرة وده حساب الرسمي على الانستجرام للو نفسك تخس وده تطبيقنا الرسمي لو نفسك تخس وده موقعنا الرسمي للو نفسك تخس ودي قناة التليجرام الخاصة بلو نفسك تخس ودي قناة مطبخ لو نفسك تخس الخاصة بإعداد وصفات الطعام الصحي بشكل عملي وسهل أما القناة مهندس دايت فهي القناة الخاصة بحياتنا بعد التثبيت ودي اللي بنشرح فيها نظام التثبيت وما بعد التثبيت وإزاي نتشجع علشان نحافظ على رشاقتنا ولو حابب تكون داعم لنا في تطوير محتوى لو نفسك تخس فده حسابنا على باتريون نبدأ على بركة الله تحدي الرابع من نظام جميع الأوزان وهنلاقي عندنا اليوم الأول عبارة عن الفطار في نشويات الغدى في نشويات والعشا بدون نشويات يوم سهلة وبسيط اليوم الثاني هنلاقي عندنا النشويات ممنوعة في الثلاث وجبات ولكن موجودة الفكهة من ضمن الوجبات الخفيفة نروح لليوم الثالث هنلاقي ممنوع الفكهة وممنوع نشويات في هذا اليوم يوم قوي اليوم الرابع هنلاقي عندنا نظام الإنقاذ السريع والنظام القوي جدا جدا في هذا اليوم نروح لليوم الخامس وهنلاقي عندنا الفطار في نشويات الغدى والعشا ممنوع فيهم النشويات وما فيش بقى ثمرت فكهة من ضمن الوجبات الخفيفة اليوم السادس هنلاقي عندنا ممنوع الفكهة وممنوع النشويات في هذا اليوم اليوم السابع والأخير من التحدي الرابع فهنلاقي عندنا الفطار الوجبة المفتوحة في الفطار والوجبة المفتوحة في الغداء والعشا ممنوع النشويات والتحدي الرابع ونظام المرضعات واليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس والسادس والسابع والأخير من التحدي الرابع لنظام المرضعات نبدأ على بركة الله تحدي الرابع اليوم الأول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع والأخير من التحدي الرابع لنظام الأشبال نروح بقى على جداول التعليمات اللي كتير منكم ما بيبصش عليها ولكن فيها شوية معلومات مهمة جدا زي البنوت دي او زي التعليمات دي حاجات مهمة جدا 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 يعني لو انت عايز تزود حرقك ايه الكابسولة اللي ممكن تعملها الكابسولة دي موجودة في شوية الكلام الصغيرين دول تقدر تقراهم واهمهم انهم مبكرا والاستيقاظ مبكرا الافطار مبكرا تناول الميا والعسل مهم جدا جدا الرياضة والحركة الحالة النفسية كل الحاجات دي بتؤثر عليك بشكل ايجابي ده طبعا ازاي ترتب وتوزع الوجبات على مدار اليوم سهلة جدا يعني ازاي يعني كحاجة كده ليك اه يعني تقدر ترجع لها وده جدول الالتزام لو انت طبعته بس كده وعلقته على التلاجة تكتب بقى انت اه تدي لنفسك كم نقطة لما تفتر كم نقطة لما تتغدى العشاء اه شربت ماء النهاردة لعبت رياضة خدت بتاعتك وتدي درجات لنفسك هتلاقي نفسك بتقيم نفسك والدنيا زبطت معاك طبعا ده نظام جميل اوزان ازاي تدير اليوم بتاعك بشكل سعرات حرارية مهمة جدا وشرحناها كتير جدا فحاول تقرأها بشكل جيد ودي الجداول تقدر تطلع منها سعراتك الحرارية طبعا ده نظام المرضعات ايضا بيزيد خمسمائة سعر حراري على النظام العادي وده نظام الاشبال ودي طبعا الجداول اللي فيها الكلمات الدلالية للنظام باللهجات الاخرى يعني باللهجات المغربية والجزائرية والشامية العربية فهتلاقي عندنا مثلا الجبنة القريش اسمها ايه بالمغربي بالجزائري بالشامية بيقولوا عليها ايه وهكذا هتلاقي معظم الكلمات الموجودة فيه نظام دي قايمة الفواكه المسموحة لما بنقول لك ليك فواكه مسموحة وناس كتير بتسأل هي ايه هي الفواكه المسموحة ايه ودي الممنوعات من الفاكهة ودي بدائل الخضروات الناس بتسأل الخضروات ايه المتاحة حجمها قد ايه وزنها قد ايه 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 طبعا احنا بنتعامل بالحبة يعني الحبة بقى المتوسطة وهكذا طب كميتها قد ايه كم حبة هتلاقي عندك موجودة دي بدائل الخضروات ايه بدائل النشويات لينا نشويات قد ايه طب ايه بدائل بتاعتها دي بدائل البروتين وده البروتين النباتي ودي المشروبات اللي ليك في اليوم ودي الممنوعات ممنوعات دايما تبعد عنها وما تقرب لهاش لان هي مضرة جدا بالصحة وهتأثر عليك بشكل سلبي ودي الممنوعات المؤقتة في النظام ليه منعينها وبنكتبين ليه ليه بالزبط وهكذا فالحاجات دي مهمة قوي عشان كده انا دايما بقول لك وبنصحك لازم ترجع لهذه التعليمات علشان مهمة جدا 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 بتفرق معاك وبتدي لك ثقافة غدائية قوية خليك ان انت تحافظ على رشاقتك بعد ما شفنا التحدي الرابع ها هتبدأوا معنا ولا هتكملوا في الدلع ان شاء الله بازل الله هتكملوا معنا وهتبدأوا معنا ان شاء الله بازل الله تحياتي لكل الناس اللي بتدعمنا دايما واللي كل ما بتشوفنا بتكتب لنا في التعليقات فليشهدوا الله اني احبكم في الله تحياتي لكم استودعكم الله الذي لا تضيعوا داعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم طبعا في ناس هتشتكي وتقول لي النظام خطه صغير قوي ومش باين ومش شايفين حاجة فارجوك يا هندسة كبر النظام وكبر الخط شوية هقولك ان انت طبعا لو انت ماسك الموبايل بالوضعية دي اكيد طبعا مش هتشوف حاجة لان الكلام صغير جدا وانت اصلا محتاج ان انت يكون نظرك قوي جدا لكن بكل بساطة انت لو فعلت وضع دوران بتاع الموبايل وروح تلافف الموبايل كده بص اهو بقى النظام بكل الشاشة يعني النظام ملا الشاشة كلها بتاعت الموبايل مش بس كده انت ممكن تعمل زوم مجرد ان انت عملت بصبعك كده يا صبعينك الاتنين كده تقدر تزوم على الحاجة على النظام خلاص اهو بص عامل ازاي كبير جدا يعني يباين وضوح الشمس يعني بس ده علشان الناس اللي بتشتكي من ان الخط صغير او مش قادرين يقروا النظام فالنظام واضح جدا جدا فمش عندنا حجة خلاص فياريت نلتزم بالنظام شكرا لي